سرنا أن نرحب هنا بضيفنا في الأسوديو رئيس جمعية القلب السعودية أسيشاري أمراض القلب والقصور القلب الدكتور وليد الحبيب دكتور وليد صباح الخير يا أهلا وسهلا صباح النور أهلا فيكم وصباحكم الله بالخير يعني الله يحييك دكتور قبل ما نتكلم عن العلاج الجديد نريد أن نتكلم بشكل عام عن مرض قصور عضلات القلب الطرق العلاجية ومستوى الخطورة لهذا المرض كيف أيضا يصنى فعطينا المزيد من المعلومات عنه مرض قصور القلب في زيادة مستمرة حقيقة في السنوات الأخيرة بسبب العوامل التي تؤدي إليه قصور القلب أو ما يسميه بعض الناس بضعف عضلة القلب أو الفشل القلبي كلها مسميات تؤدي إلى نفس المعنى لما يقصر القلب أو لا يتمكن القلب من أداء مهمته من توصيل الدم والغذاء والهاجة إلى أعضاء الجسم فيبدأ الشخص يشعر بالخمول والتعب ضيقة النفس تجمع السوائل في الجسم تبدأ الأعضاء الجسم كلها تتأثر الدماغ، الرئة، الكيلة كلها تأثر لأن القلب غير قادر على تغذية هذه الأعضاء بالأسف هو في تزايد زي ما قلت بسبب تزايد العوامل المؤدية إليه من أهم أسباب ضعف عضلة القلب إنسداد الشرائي إنسداد الشرائيين والأزمات القلبية التي تأتي بسبب أمراض مثل السكري، الضغط، التدخين، السمنة وكل هذه للأسف في ازدياد في مجتمعنا بمشاكلها ومضاعفاتها من أهمها قصور عضلة القلب وضعف عضلة القلب يعني المسببات هي سلوكية في المقام الأول غالباً نعم، جزء كبير منها طبعاً جزء منها قد يكون جيني وراثي لا يتحكم فيه الشخص مثل بعض العوامل الوراثية أحياناً يكون ضعف عضلة القلب وراثي في العائلة السكري والضغط وإن كان السكري وضغط جزء منها قد يكون سلوكي لكن جزء منها طبعاً قابلية الجسم والوراث ذكر الدكتور أنه للأسف في انتشار هل هناك نسب لمعدلات الإصابة بهداخ المملكة العربية السعودية؟ نعمل على هذه لا يوجد نسب دقيقة في المملكة العربية السعودية بس على مستوى العالم تقريباً 2% من كل مجتمع عندهم ضعف قصور قلب فنسبياً هذه قد تكون حوالي نصف مليون شخص في المملكة العربية السعودية مصاب بضعف حضرة القلب أو قصور قلب أنت كطبيب خلنا نقول سريرياً دكتور من الملاحظ تلاحظ أنه في انتشار في مشكلات أيضاً فئات عمرية أكثر عن أكثر كيف تقيم هذا الواقع من خلال خبرتك الطبية؟ طبعاً هي تزيد بعد سن الأربعين بسبب زيادة زي ما قلنا السكري والضغط وانسدادات الشرائي لكن قد تظهر فيه في سن مبكر حتى في الطفولة خاصة في لما يكون في عوامل وراثية أو هناك التهابات تحصل لعضرة القلب أحياناً بسبب الفيروس وشفناها حتى مع فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات التهاب في عضرة القلب مما يؤدي إلى قصور عضرة القلب فقد تحدث في أي سن لكن تزيد النسبة وتصل حتى إلى واحد من كل خمسة فوق سن الأربعين معرض لقصور عضرة القلب جيد طيب خلينا نتكلم على مستوى خطورة هذا المرض دكتور أيضاً طريقة العلاج السابقة نتحدث عن العلاج الجديد ونتوسع في الحديث عن العلاج الجديد لكن أعطينا الفكرة العامة كيف كان يتم التعامل مع هذا المرض نعم الخطورة حقيقة عالية وتعتمد على درجة تطور المرض لكن بالمجمل تقريباً 25% من المرضى متوقع أنهم يتوقفون في خلال سنة من التشخيص 50% في خلال خمس سنوات وطبعاً مع تطور المرض عندنا الحالات المتقدمة جداً التي لا يصلح معها إلا العلاجات المتقدمة مثل زراعة القلب ونتطرق إلى هذه 50% منهم قد يتوقفون في سنة واحد هذا موشل خطير يعني يمكن القول أنه مرض مميت فعلياً فعلاً حتى مقولة تقول أنه أكثر يماته من السرطان يعني هذا هنا يمكن الخطورة والآن دعنا نروح شوي للعلاجات الجديدة العلاج الجديد الذي يصرح المملكة منه أدوى الرائدة التي سيكون متواجد فيها مدى مساهمة هذا العلاج في الحد من خطورة هذا المرض نعم هذه نقطة مهمة جداً لأنه لعقود حقيقة لا كان هناك أي تطور في علاجات هذا المرض نستخدم نفس العلاجات التي كنا نستخدمها من السبعينات والثنين العبارة عن إيش دكتور أدوى لكن الحمد لله في السنوات الأخيرة هناك تطور أكبر في هذا العلاج الجديد بالذكر أنه هذا الدول الجديد الآن الذي يسجل كعلاج لعضلة القلب في الأساس اكتشف كعلاج لمرض السكر ومع الدراسات اكتشفوا أن مرض القلب القصور القلبي يستفيدون منه بشكل كبير جداً في نقص الوفيات وتطور مرض القصور القلبي ودخول المستشفات عبارة عن إيش العلاج؟ جعطينا عنه تفاصيل حتى طبية وعلمية عن مكونات هو من مجموعة SGLT2 يعمل على مستقبلات هذه مستقبلات سوديوم غلوكوز بمعنى أنها تمنع امتصاص الغلوكوز السكر في خلايا الكلا ووجدت هذه المستقبلات في أماكن أخرى منها القلب بهذه الطريقة تقلل من التهاب عضلة القلب وتتخلص من السوائل الزائدة في الجسم عن طريق الكلا وبالتالي وجدوا زيادة كفاءة عضلة القلب ونقص تجمع السوائل في الجسم وتحسن مستوى المريض بشكل كبير اسمه طبعا دابا جلوفلوزين دابا جلوفلوزين هذا واحد منهم هو مجموعة كلاس في أكثر منهم دابا جلوفلوزين هو أول واحد أثبت فعاليته في هذا المجال وعبارة عن إيش هو دكتور يعني عبارة عن حبوب حبوب والميزة فيها أنها حبوب سهلة الأخ تأخذ مرة واحدة في اليوم جرعة بسيطة واحدة ومتابعتها متابعة تحسن المريض بالدوى ممتازة جدا وسهلة وأعراض الجانبية شبه معدوم الحمد لله أنت تحدثت دكتور أنه مستوى الخطورة أنه مرض مميت بشكل كبير طبعا حول فعالية هذا الدواء نتحدث عن النسب فيما يتعلق بالدراسات كيف أسهم في تخفيف خطورة هذا المرض نعم خفف بشكل كبير جدا بنسبة تقريبا عشرين في المية نسبة دخول المرضى المستشفيات والوفيات بسبب القصور القلبي وبسبب أمراض القلب لأن مرضى القصور القلبي تزيد نسبة الوفاة لديهم حتى لغير أمراض غير أمراض القلب لكن تزيد عندهم تجمع السوائل دخول المستشفيات بشكل كبير فبنسبة تقريبا عشرين في المية انخفاض في هذه الوفيات وفي تطور الحالة الحمد لله أنت ذكرت دكتور سابقا ما كان فيه تقدم بشكل كبير فيما يتعلق بعلاجات مرض قصور القلب الآن يأتي هذا الدواب هذه الفعالية هذا يعطينا مؤشر أيضا تفاول أكبر لمستقبل أفضل فيما يتعلق بالأدوية لمرض قصور القلب بإذن الله نعم إذا عندك إضافة أخيرة دكتور نعم يعني أؤكد على أنه مرض القصور القلبي مرض متكامل له عوامل كثيرة ومن المهم جدا مرضى ضعف عذلة القلب الاهتمام بأخذ العلاجات بالشكل المناسب والصحيح ومراجعة الطبيب المختص ليعرفوا إذا كان يناسبهم هذا العلاج قد لا يناسب الجميع ومواعيد أخذ الأدوية بشكل صحيح المتابعة الصحيحة حتى نتفادى المضاعفات بإذن الله طبعا الحمد لله المملكة أصبحت الأولى خليجيا في توفير هذا العلاج الله يشفي الجميع شكرا جزيلا لوجودك معنا لحديثك والتوضيحات حول هذا العلاج رئيس جمعية القلب السعودية سيشاري أمراض القلب والقصور القلبي دكتور وليد الحبيب جزيلا شكر لك دكتور شكرا جزيلا لكم يا تجمنا شكرا جزيلا